اشتركوا في القناة دلسناها في الفصل الاول وهي اربع خطوات افهم اخطط احل اتحق نقوم بقراءة المسألة جابر اقرأ كتابا علميا عن الاسماك وقد قرأت في اليوم الاول تسع صفحات وفي اليوم الثاني احدى عشر صفحة وبقى في الكتاب سلاسة وعشرون صفحة نستخدم الخطوة الاولية المطلوب ان اجد عدد صفحات الكتاب نستخدم الخطوة الاولى افهم قرأ جابر تسع صفحات في اليوم الاول واحدى عشر صفحة في اليوم الثاني بقى في الكتاب سلاسة وعشرون صفحة اجد العدد الكل لصفحات الكتاب معنى ذلك ان افهم تحتوي على المعطيات والمطلوب الخطوة الثانية اخطط استعمل خطة الحل العكسي لحل المسألة الخطوة الثالثة الحل ابدأ بعدد الصفحات المتبقية ثم اجمع اليه عدد الصفحات التي قرأها جابر في اليومين الاول والثاني نقوم بجمع سلاسة وعشرون زائد احدى عشر زائد تسعة نقوم بجمع احدى عشر زائد تسعة باستخدام خاصية التجميع يساوي عشرون ثم نقوم بجمع سلاسة وعشرون زائد عشرين بيساوي سلاسة والبعين معنى ذلك ان عدد الصفحات الكتابة الذي يقرأها جابر هي هو سلاسة والبعون صفحة استخدم الخطوة الرابعة استعمل الطرح لاتحقق من صحة اجابتي ارجع الى المسألة واجد عدد الصفحات التي قرأها جابر في اليومين الاول والثاني تسعة زائد احدى عشر يساوي عشرون ثم اقوم بطرح الناتج من عدد الصفحات الكتاب لأحصل على عدد الصفحات المتبقية سلاسة والبعون ماقس عشرون يساوي سلاسة وعشرون اذا اجابتي صحيحة ننتقل الى مساء المتنوعة لاطقن عملية مهارة حل المسألة يستغرق السؤال الاولاني يستغرق اعداد 4 وجبات ساعة واحدة فكم وجبة يمكن اعدادها في 4 ساعات و30 دقيقة معنى ذلك ان احنا لدينا في الساعة الواحدة 4 وجبة لدينا 4 ساعات يبقى 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 يساوي 4 زائد 4 تمانية و4 زائد 4 تمانية تمانية زائد 8 يساوي 16 ثم نوجد عدد الوجبات في 30 دقيقة 30 دقيقة تعني نصف ساعة عدد الوجبات في نصف ساعة نصف الاربعة يساوي 2 معنى ذلك ان عدد الوجبات في 4 ساعات و30 دقيقة 16 زائد 2 يساوي 18 ننتقل الى السؤال رقم 2 انطلق صالح لزيارة اخيه عند الساعة الخامسة صباحا اذا كانت الرحلة ستستغلق 10 ساعات فهل سيصل عند الساعة الثالثة عصرا اوضح اجابتي نعم من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا هناك 7 ساعات ومن الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا هناك 3 ساعات نقوم بجمع 7 زائد 3 بيساوي 10 ساعات معنى ذلك انه سيصل الساعة الثالثة عصرا ننتقل الى السؤال الثالث استعمل مروان مكعبات لعمل درج فكم مكعبا يحتاج لعمل 6 درجات اكمل الشكل واحسب اولا درج يعني سلم الدرج الاول يحتاج لمكعب واحد والدرج الثاني مكعبان والدرج الثالث ثلاث مكعبات والدرج الرابع أربع مكعبات والدرج الخامس خمس مكعبات والدرج الثالث ست مكعبات نقوم بجمع 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 1 زائد 2 ثلاثة 3 زائد 3 يسوى 6 6 زائد 4 يسوى 10 10 زائد 5 يسوى 15 15 زائد 6 يسوى 21 مكعبا ننتقل إلى السؤال رقم 4 لدينا 4 حقائب إذا كانت كل حقيبة تحوي 6 دفاتر كم حقيبة إضافية يمكن تحتاج ليكون عدد الدفاتر 30 كم حقيبة إضافية نحتاج لكي يكون عدد الدفاتر 30 هذا المثال شبيه بالمثال لقم 1 بتاع عدد الوجبات هنا لدينا 4 حقائب كل حقيبة تحوي 6 دفاتر نجمع 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 6 زائد 6 يسوى 12 6 زائد 6 يسوى 12 نقوم بجمع 12 زائد 12 يسوى 24 دفترا ثم نقوم بطرح 30 ناقص 24 يسوى 6 دفاتر معنى ذلك أننا نحتاج إلى حقيبة واحدة السؤال رقم 5 يقف ثلاثة في صف فإذا كان سالم خلف أحمد مباشرة يعني معنى كده أن أحمد الأول وسالم الثاني وخليل هو الثالث فما ترتيب كل واحد منهم في الصف يبقى أحمد ثم سالم ثم خليل ننتقل إلى السؤال رقم 6 يفتح محل لبيع الساعات أبوابه عند الساعة العاشرة ونصف صباحا فإذا باع في فترة الصباح 15 ساعة وباع في فترة المساء 23 ساعة فكم ساعة باع في ذلك اليوم نفهم من هذا المثال أنه فتح في الصباح باع 15 ساعة وفتح في المساء باع 23 ساعة نقوم بجمع 15 زائد 23 نجمع الأحد مع الأحد 5 زائد 3 يسوى 8 1 زائد 2 يسوى 3 إذا عدد الساعات الذي باعها في ذلك اليوم هو 38 ساعة ننتقل إلى السؤال رقم 7 في مخيم كشفي 3 خيم يقيم في كل منها 5 أفراد وفي مخيم آخر 3 خيم يقيم في كل منها 4 أفراد ما عدد الأفراد في المخيمين معنى ذلك أن عدد الأفراد في المخيم الأول 5 زائد 5 زائد 5 يساوي 15 وعدد الأفراد في المخيم الثاني 4 زائد 4 زائد 4 يساوي 12 عدد الأفراد في المخيمين نقوم بجمع 15 زائد 12 يساوي 27 ننتقل إلى السؤال رقم 8 يتسع إناء لخمس لترات فكم مرة يتسع إناء لخمس لترات من الماء أرادت مونى أن تستعمل لتسقي 12 نبتة كبيرة وعشر نبتات صغيرة فكم مرة ستملأ الإناء حتى تسقي النبتات كلها عدد النباتة التي يمكن سكيها بخمس لترات من الماء أربع نبتات كبيرة وخمس نبتات صغيرة معنى ذلك أن في المرة الوحدة يحتاج إلى أربع زائد خمسة يساوي تسعة في المرتين التسعة زائد تسعة يساوي ثمان عشر يبقى معنى ذلك نحن نحتاج إلى عشر زائد اتناشر يساوي اتنين وعشرين يبقى معنى كده أن نحن سنملي سنملأ الإناء أكثر من مرتين أي سلاث مرات السلاث مرات دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن النبتات الكبيرة هتبقى نعملها أربع زائد أربع زائد أربع بيساوي اتنى عشر والنبتات الصغيرة خمسة زائد خمسة يساوي عشرة يبقى معنى كده أن نحن ملينا الإناء أكثر من ثلاث مرات ثلاث مرات بالنسبة للنبتات الكبيرة ومرتين بالنسبة للنبتات الصغيرة السؤال رقم تسعة والأخير يصمم طلاب الصف الثالث شعارا لفريقهم ويمكن أن تكون خلفية الشعار حمراء أو خضراء موشحة أي مزينة بشرائة زرقاء أو بنفسجية فما عدد الشعارات التي يمكن تصميمها أشرح طريقة حل المساعد أفهم من ذلك أن نحن لدينا شعاران أحمل أو أغضر الأحمل موشح بي إما زرقاء أو بنفسجي وكذلك الأغضر موشح بي إما أزرق أو بنفسجي يبقى معنى كده عدد الشعارات المطلوبة هي أربع شعارات هما أحمل موشح بي زرقاء وأحمل موشح بي بنفسجي أو أغضر موشح بي زرقاء وأغضر موشح بي بنفسجي معنى ذلك أن لدينا أربع شعارات ومن ذلك نفهم أن خطوات حل المسألة هما أربع خطوات أفهم أخطط أحل أتحقق والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى